بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المنسلين السلام عليكم جميعاً معاكم أختكم المحامية الدكتورة نور العبد الرزاق اليوم راح نتكلم عن أثر وباء الكورونا على العلاقات الإيجارية بين المالك والمستجر طبعاً مثل ما أنتوا عارفين شهد العالم وباء كورونا الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية باعتباره وباء عالمياً وأدى إلى العديد من الخسائر في الأرواح البشرية أو الخسائر الاقتصادية وأمام ذلك الوباء قامت العديد من الدول وسعت إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية وكانت على رأسها دولة الكويت التي تتبر سباقة ومتفوقة في هذا المجال فمن ضمن القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء لمواجهة تلك الوباء أولاً القرار الصادر في 11 مارس بتعطيل العمل المؤسسات الحكومية كالمدارس والوزارات وأيضاً أهمها بالنسبة لنا كمحاميين عمل المحاكم علاوة على ذلك صدر قرار في 14 مارس بإغلاق جميع المجمعات والمقاهي والسينمات وأيضاً الأندية الرياضية إغلاقاً كلياً ولكن بشكل مؤقت إلى أن تزول هذه الغمة وبعدها صدر قرار من بلدية الكويت بإبقاء نشاط تقريباً 14 محل من محلات غذائية أفرع الغاز، لوازم العائلة، الصيرفة وأيضاً الصيدليات ولكن بعد صدور أيضاً قرار الحظر ومنع التجول أصبح عمل هذه الأنشطة، اللي هو الـ 12 نشاط، اللي ذكرنا منهم جزء من الساعة الخامسة صباحاً، أسفة، وحتى الرابعة بعد الظهر وبالتالي هنا نكون أمام انتقاص منفعة أمام هذا الوباء ظهرت العديد من التساؤلات بالنسبة للعقود الحالية التي أدت إلى وقف العديد من الأنشطة وفيما يخص كلامنا اليوم عن اللي هو الأنشطة العقارية والعقود الإيجارات الحين بالنسبة للمستأجرين، هل يستمرون في سداد الأجرة أم يقفون عن سدادها؟ تساؤل أثاره الكثير، إحنا كمحاميين يتصلون علينا الناس يقولون أسدد الأجرة محل غلق ولا ما أسدد؟ بالنسبة للانتقاص انتفاعة أدفع نص الأجرة ولا ما أدفع؟ علاوة على ذلك أيضاً مستأجرين المكان اللي هما ساكنين يسألوننا إحنا الحين رواتب نقام التقل أدفع ولا ما أدفع؟ أمام هذه استساؤلات وبسبب عدم وجود إلى حد الآن لم يصدر قانون ينظم ويواجه ذلك الوباء بشكل جذري ذلك أن الدولة أصدرت قرارات لمواجهة هذا الوباء ولكن لم تصدر قرارات وخاصة من سلطة تشريعي قوانين لمواجهة العقود وخاصة العلاقة بين المالك والمستأجرين والعلاقة بين العمال وأصحاب العمل إذن نحن أمام وباء جديد وأزمة جديدة تحتاج تكاتف جميع الجهات في الكويت وعلى رأسها مجلس الوزراء وأيضاً السلطة التشريعية بسن القوانين وأصدار القوانين التي تواجه هذه الأزمة وتنظم علاقة جميع العقود أنا ما أتكلم عن عقود إيجارية أتكلم عن عقود عمل أتكلم عن عقود إيجارات أتكلم عن المقاولات أتكلم عن جميع العقود الموجودة في الدولة ليش أنا أقول شذي؟ علشان بعدين إذا استنفى عمل المحاكم ما تكثر القضايا إحنا راح نواجه أزمة كبيرة أن بعد ما تعود المياه إلى مجاريها وتبدأ المحاكم في عملها راح تؤدي إلى العديد من القضايا وتزاحم العديد من القضايا وظهور العديد من الآراء وأيضاً أحكام قضائية متعددة لذلك بداية قبل لا أتكلم عن الموضوع يجب أن تتضافر جهود الدولة بإصدار وسن التشريعات على وجه العجلة والسرعة وهذه التشريعات تواجه تلك الأزمة وتحدد إن كانت قوة قاهرة أو ظروف استثنائية وما هو العمل بالنسبة لتلك العقود تستمر أم تقف بالنسبة للأجارات تندفع أو لا تندفع بالنسبة أيضاً لهم العمال أجورهم أيضاً هذا أهم شيء اللي يعولون عليهم حياتهم إذن الآن راح أتكلم عن نقطة نقطة أول شي إحنا قلنا الإشكالية وباء ثم صدور قرار من مجلس الوزراء بوقف عمل بعض المحلات ثم عدم قدرة أصحاب المحلات على سداد إجاراتهم إذن هذه هي الإشكالية بالنسبة لهذه الإشكالية الآن راح نعرف منه الفئة المتضررة الفئة المتضررة فيما يتعلق بالعقارات راح أقسمها أنا بموجب القرارات إلى ثلاث فئات أول فئة شاغلي المكان بغرض السكن يعني اللي قاعد في مكان مستأجرة علشان يسكن فيه يخضع لقانون إيجار الأماكن 1978 هنا لا يوجد أي إشكالية عليه لأن القانون ما يقوله القانون المدني؟ الأجر مقابل المنفعة طالما أنا منتفع في المكان إذن أنا إلزام علي أسدد الأجر والله ما أخذيت راتبي والله غلا لو راتبي لا نحن أمام قانون واضح وصريح يقول المنفعة مقابل ماذا؟ مقابل الأجر طالما أنا منتفع في المكان كمستأجر وشاغل للمكان للسكن إذن أنا ملزم بدفع الأجر هذه أول نقطة نية للنقطة اللي بعدها اللي هما أصحاب المحلات أصحاب المحلات أيضا نقسمهم إلى قسمين القسم الأول أصحاب المحلات اللي صدر بشأنهم قرار من الدولة بوقف أنشطتهم غلق محلاتهم وأنا ما أتكل عن غلق الدائم الغلق المؤقت إلى أن يستأنف عملهم بقرار آخر من مجلس الوزراء شنو بالنسبة لهم هؤلاء؟ هؤلاء توقفت أنشطتهم هذه الأنشطة يعتمدون عليها كمصدر دخل ويأخذون هذا المصدر ويدفعون فيه أجاراتهم فهنا توقفت أعمالهم ما الحل بالنسبة لأجاراتهم؟ رح أتطرق إلى بعدين هالكلام الفئة الثالثة وهي الفئة أصحاب المحلات اللي صدر بشأنهم قرار باستئناف أعمالهم لكن جزء بعمل جزئي بمعنى من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الرابعة بعد الظهر بعد ذلك خلص يغلقون محلاتهم بالتالي هنا لم توقف المنفعة إنما انتقصت المنفعة هو شاغل للمكان وقعد يباشر أعماله وقعد يترزق الله ولكن ماذا؟ بمنفعة أقل من السابق إذن هنا نقول انقصت المنفعة إذن هناك ناس وقفة المنفعة بالنسبة لهم هناك ناس انقصت المنفعة وفي ناس بالنسبة للسكن الأجار بغرض السكن لا هذه ما عندهم أي إشكالية الآن نتكلمنا عن الفئة المضررة خلصنا منهم الآن نرى القوانين التي تنظفهم القوانين الحالية طبعاً أنا لا أتعمق بالقانون لأننا نرى كافة الجمهور وليس فقط القانونيين أنا ما راح أقول أنت قاعد عقدك أجار عقد إيجار ولا عقد استثمار لا خلوا هذا على الجنب أنا باتكلم عن الحين القوانين المنظمة لمثل هذه الحالات أول شيء في القانون المدني يقول العقد شريعة المتعاقدين وأيضاً يقول أن المنفعة يقابلها إيجار دفع الأجرة الحين بالنسبة إذا أنا ما قدرت أنتفع بشكل جزئي أو كلي من القانون اللي نظمني؟ راح أتكلم عن ثلاثة قوانين مهمة القانون الأول المادة 198 من القانون المدني شو تقول المادة 198؟ إذا طرأ بعد العقد وقبل تمام تنفيذه حادث استثنائي عام لم يكن بالوسع توقعه أو تفاديه جاز للقاضي أن يتدخل ليرفع الإرهاق إلى الحد المعقول بشرط أن يلحق المدين إرهاق وضرر وخسارة فادحة إذن لو نطبق نص هذه المادة على الأوضاع الحالية وباء الكورونا يعتبر ضرف استثنائي عام رقم واحد رقم اثنين هذا الوباء ورد على عقود مستمرة هذه العقود المستمرة التي هي العقود الزمنية كعقد الإيجار رقم ثلاثة والأهم لحق المدين خسارة فادحة وإرهاق هنا أجاز المشرع قال يا قاضي تدخل ورد الإرهاق إلى الحد المعقول بعد الموازنة توازن بين مصلحة من؟ توازن بين مصلحة المالك وبين مصلحة المستأجر وترد الإرهاق إلى الحد المعقول هذه أول نقطة التي هي المادة 198 المتعلقة بالظروف الطارئة الآن المادة التي بعدها 581 من ذات القانون القانون المدني ما تقول 581؟ إذا صدر عمل أو فعل من السلطة العامة كان من شأنه الانتقاص من منفعة المكان جاز لمن؟ جاز للمستأجر إما طلب الفسخ أو انقاص الأجرة بمعنى أنا الآن صدر قرار خلوا الحاس الحالي صدر قرار من مجلس الوزراء أو من الحكومة بنزع العقار للمنفعة العامة بنعزع الملكية إذا نزعت الملكية مني للمنفعة العامة أو أني أنا شركة سينما قمت أعرض فيلم وهذا الفيلم مخالف للنظام العام منعت عرض فيلم إذا قرارات الدولة أو السلطة أدت إلى انتقاصي من المنفعة لا استفت من السينما ومن عرضي بالفيلم ولا استفت من العقار كون أنزعته للمنفعة العامة هنا يجوز للمستأجر إما فسخ العقد أو ماذا؟ نقطة ثانية إما فسخ العقد أو إما انقاص الإيجاب انقاص الأجرة هذا أيضا ممكن باجتهادات القضاء تطبيقه على ماذا؟ تطبيقه على الوباء الحالي إن القرار الصادر من مجلس الوزراء بإغلاق المحلات أو العمل الجزئي بسبب الحضر يجعل ماذا؟ يجعل إن من الإمكانية بعد رفع قضية إما فسخ عقد الأجار أو انتقاص من قيمة الأجرة هذه النقطة الثانية أيضا هناك ظهرت العديد من النصوص نتكلم عن نص عقد الإيجار اللي هو قانون الإيجار المادة رقم 20 المادة 20 تقول إذا المستأجر أنتم تعرفون في عقود الإيجار اللي تخضع لقانون الإيجار متى تدفع الأجرة يوم 20؟ متفقين إذا تأخرت عن يوم 20 وكان هذا التأخر سببه يرجع ويعزى إلى عذر قوي رأته المحكمة المحكمة ترفض دعوة المستأجر المؤجر أسبب فالمؤجر إذا رفع دعوة عليك أنك تأخرت عن يوم 20 وشافت أن عندك عذر قوي المحكمة تعتبر الدعوة كأن لم تكن بشرط أنك أنت أول جلسة تدفع باقي الأجرات إذن ممكن أن نقول أن الوباء تطبق عليه هذه المادة مادة أخيرة أيضاً أحب أن أذكرها اللي هي مادة 215 إن في الالتزامات المتقابلة إذا أصبح التزام أحدهما مستحيل استحالة جزئية جازة للدائن إما فسخ أو الاستمرار في التنفيذ ونحن نتكلم عن الاستحالة المؤقتة أيضاً في مجال أن يطبق على الأوضاع الحالية وفقاً لاجتهادات القضاء والفقهاء هذه كل النصوص القانونية الموجودة حالياً اللي ممكن تخدم الوباء وبالتالي أنا أعيد وزيد إن إحنا ما زلنا في بداية الطريق ما زلنا أمام وباء جديد ما زلنا أمام قوانين لا تخدمنا بشكل فعال لذلك يجب على الدولة أن تتدخل بشكل سريع وحاسم ومن خلال السلطة التشريعية لإصدار قوانين من شأنها تحل هذه الأزمة وتنظم العلاقة بين المالك والمستجر وأيضاً تنظم العلاقة بين منه أصحاب العمل والعمال واضح؟ هذه النقطة الثالثة اللي أتكلم عنها أنا تكلمت عن الإشكالية ثم تكلمت عن الفئة المستهدفة وبعد ذلك تطرقت إلى ماذا؟ القوانين المتاحة الحين والأهم للناس يبونوا الحلول صح أو لا؟ الحين الناس تسألني ما هي الحلول وما هي المقترحات يا جماعة أول حل فيما يتعلق بعقود الأجار هي التفاوض مع المالك لا تقولون برفع قضية ما برفع قضية يا جماعة الحين ما يكون محاكم أنا الحل الوحيد الآن أتفاوض مع المالك وهذا هو الحاصل في الوقت الحالي أغلب الناس قامت تتفاوض مع المالك وأدى إلى أما أن يعفونهم من أجرة شهر مارس وإبريل ومايو وبعد ذلك يخفضونها أو ناس قالوا نخفض فيكم من شهر ثلاثة وأربعة وبعد ذلك لكل حادثة حديث ننتظر قرارات مجلس الوزراء قرارات الدولة بشأن هذا الوباء واضح؟ هذا فيما يتعلق بالحل الأول إذن الحل الأول لابد من التفاوض والتصالح مع ملاك العقار إحنا لو نشوف طبعاً مو عشان دعاية بقول إن نشوف بعض المجمعات بالكويت مثل الأبنيوس 360 مارينا مول عندنا مجمع الصالحية وأخيراً سوق الذهب وكثير من المجمعات اسمحوا لي وعذروني إذا أنا ما ذكرت أسمعهم لأنني مو حاضرة على ذهني قاموا ملاكها ببادرة طيبة من أهل الكويت أهل الخير بإعفاءهم من أجرة شهر إبريل ومارس أيضاً واحتمال مايو وأيضاً تخفيض إلى 25% أو إلى النصف من أجل مواجهة ذلك الوباء إذن هذه النقطة الأولى حليناها وما هي النقطة الثانية؟ لو هي النقطة الثانية مطلوب أيضاً تضافر الجهود الدولية اللي عندنا من خلال الحكومة بإصدار تشريعات وعيد وزيد لحل تلك الأزمة من يصدرون تشريع ويصدرون قرار؟ خلاص نحن نكون وصلنا إلى النقطة اللي نحل فيها هذه الأشكالية النقطة الثالثة والمهمة اللي أنا بعد أيضاً شفت اليوم في جريدة القبس أو لأسفة في 28 مارس جريدة القبس اتحاد ملاك العقار نادوا بهذا الشيء مطلوب من الدولة أن تفعل المادة 25 من الدستور شو تقول المادة 25 من الدستور؟ المادة 25 من الدستور أن تتطلب الدولة أن تكافل في مواجهة الأعباء والكوارث والمحن واضح؟ أن الدولة لازم تساعد في تقديم المساعدات والمنح للمتضررين منهم المتضررين أول شيء عندكم أصحاب المشروعات الصغيرة متضررين صح ولا لا أيضاً صغار المستثمرين أيضاً أصحاب المهن الحرة اللي هم الصيادلة المحامين دلالي مكاتب دلالة العقار كلنا نحن متضررين غير الشركات طبعاً الصغيرة متضررين في هذه الأزمة نحن مقادرين بسبب تعطيل المحاكم بسبب عدم وجود مؤسسات الدولة لا نستطيع أن نباشر أعمالنا بالتالي لا يوجد مدخول لنا ولا نستطيع أن نسدد الإجارات اللي علينا إذن أعيد وزيد إنا في الختام ما زلنا أمام موضوع حديث ما زلنا أمام إشكالية تحتاج إلى حل جذري متمثل من خلال الحكومة والدولة بكافة مؤسساتها وعلى رأس السلطة التشريعية بسن القوانين وأيضاً أنا أحب أوجه رسالة إلى الجمهور رجاء رجاء ابتعدوا عن نشر الأقاويل والأكاذيب والإشاعات وركزوا على الإيجابية ونشر الأمور اللي فيها فايدة حاولوا أنكم تتخذون الموضوع بإيجابية حاولوا أنكم تتزمون بالقرارات أنكم تقعدون في البيت أنكم تدورون شيء يفيدكم واضح؟ طبعاً حين رح نفتح المجال الأسئلة قبل أفتح المجال الأسئلة أنا أحب أقول نقطة في الختام أحب أشكر جمعية المحامين على استضافتي في هذا البرنامج الهادف وأيضاً أسأل الله العلي القدير أن يزيل هذه الغمة ويعم الأمن والأمان على بلادنا وسائر بلدان العالم وشكراً الحين نفتح المجال اللي حاب يسألني تفضلوا طبعاً الكل اللي حاب يسألني إذا مثلاً عندكم أسئلة أكيد هل أدفع الأجرة ولا ما أدفع الأجرة أنا من رأيي أنه تفاوض مع المالك أعيد وزيد تفاوض مع المالك لا تحملني مسؤولية أنا كمحامي يقولك لا لا تدفع لا تحملني مسؤولية تفاوض مع المالك إذا لم تصل إلى حل حاول تدفع نصف الأجرة إذا لم إذا المالك رفض نصف الأجرة حاول تهدي الأمور إلينما نشوف الدولة شلو القرارات اللي ممكن رح تصدر بعدين أنزين كاحي نسألوني نفس السؤال اللي كان على فالي موضوع الإيجار أستاذة نبي رأيي قانوني هل ندفع أم لا قلت أنا تدفع أم لا هذا الموضوع ما زال يختلف فيه الآراء أنت الحل الوحيد الحين تروح للمالك وتسأله إذا كان فيه مجال أما يعفيك أما يخفض وأنت الحين ملزوم أنك تدفع ولكن إذا كان المنشئة مغلقة نهائيا انظر شوية إذا أنت عندك القدرة باتشرا إذا فتحت المحاكم تواجه هذه القضية والأمر متروك للسلطة القضائية واضح؟ السلطة القضائية اعتبرتها ظروف استثنائية تعتبرها قوة قاهرة ولا أجد مجال القوة القاهرة حاليا ممكن تعتبر بعدين قوة قاهرة الآن إحنا أمام ظروف استثنائية وشأنها المحكمة وهي وشأنها أما أنا رأيي تتفاوض مع المالك واضح؟ سؤال آخر من أحد الزملاء كنت دافع إيجارات شهر ثلاثة وأربعة قبل الأزمة لأني كنت بسافر علاج والحين محلي مسكر من أول الأزمة شنو الحل أقدر أسترجع اللي دفعته؟ بالنسبة لهذه الحالة تقدر تكلم المالك وتقول له خل هذا المبلغ دفعت حق ثلاثة وأربعة خل حق الأيام الياية مثلا حق شهر خمسة وستة خل نشوف شنو الظروف يعني خلهم على جنب وهو ما رح يرجع لك الفلوس استحالة أن الفلوس ترجع خلهم موجودين تفاوض مع المالك إنه تكون حق شهر خمسة وستة واضح؟ في واحد قاع يقول دفعوا عشان لا يخلونكم أفضل صح؟ أنا قاع أقول لكم هذه أمور متعلقة بالسلطة القضائية باتشر القضاء هو الذي يفصل في الموضوع في حالة الإخلاق اعتبارها طروف ضارئة تقعدون في المكان تخلون المكان أنت من الأفضل الحل الوحيد الآن تتفاوض مع المالك وأنا عندي ثقة تماماً إن الدولة رح تصدر قرار يحسم هذا الموضوع هل امتناع فيه سؤال من أحد الزملاء؟ هل امتناع صاحب العمل عن دفع الراتب قانوني؟ وفقاً لي المادة 61 من قانون العمل و62 امتناع صاحب العمل عن دفع الراتب غير قانوني قانون العمل سنة 2010 جاء واضح أن لا يجوز انتقاص من حق العامل ويجب دفع عجره كاملاً وفقاً لهذه الظروف الحالية ووفقاً لهذه نص المادة إما إن إذا أنت قررت استكمال العامل معاك في العمل لابد أن تدفع عجره كامل غير منقص وإذا أنت قررت الاستغناء عن العامل تدفع أيضاً كامل مستحقاته وأيضاً بدل الإنذار إذا كان عقده غير محدد المدة هل امتناع صاحب نفس السؤال؟ شنو صار على موضوع أحد الزملاء يسأل شنو صار اسمحوا لي قاعد تكلم كويتي شنو صار على موضوع تعويض مكاتب المحامين؟ لا أدري من أين يأيب هذه المعلومة تعويض مكاتب المحامين ما زال الموضوع في طور البحث نتمنى ذلك طبعاً نحن أول ناس نأمل أن نتعوض لأننا صراحة قاعد نمر في خسائر كبيرة بشي ما يتعلق بالأجارات أو الرواتب في أيام لا توجد فيها أعمال في واحد يسأل بيقول أن الظرف الحالي يشكل قوة قاهرة ظهرت العديد من الأراء ناس تقول قوة قاهرة وناس تقول ظرف استثنائي نحن الفيصل في اعتباره قوة قاهرة من عدمه أن تظهر الدولة وتعلن أن ما يشكل حالياً هو قوة قاهرة نقدر نقول أنها قوة قاهرة هل يعتبر المسج بمثابة إعلان للحضور للجلسة أم يجب الإعلان القانوني المعتاد هذا سؤال متعلق بقانون المرافعات هل المسج يعتبر إعلان لحضور الجلسة حالياً؟ في السابق المسج لا يعتبر إعلان لحضور الجلسة لا بد أن يكون الإعلان القانوني شون الإعلان القانوني عن طريق مندوب الإعلان في المحكمة بتسليم الإعلان أو إلا إذا في نقطة واحدة إلا إذا اتفقوا على آلية للإعلان طالما ما اتفقتوا على الإعلان يكون عن طريق مندوب الإعلان في المحكمة ولكن على حد علمي الآن سعوا على أن يكون الإعلان عن طريق اللي هو المسج أو الإيميل وإلى آخرية بس إن شاء الله راح يتفعل عن قريب إن شاء الله راح يكون هذا موجود اللي هو الإعلان عن طريق المسج وعن طريق الإيميل لكن ليس حالياً إن شاء الله الأيام الهاية بعد اعتماده من السلطة التنفيذية لا يحدث أي قرار يصدر لابد من اعتماده من السلطات المختصة ما شاء الله التعف التفاعل الكبير والأسئلة دخلنا نحن طلعنا من أسئلة الإيجارات والناس قاعد تسألني في الإعلانات تسألني في الـ تقدرون تسألوني بأي شيء أنا حاضرة تفضلوا هل يمكن السؤال عن عقود العمل محددة المدة بالنسبة للمدارس الخاصة وتوقف الدراسة هل يلزم الملاك بدفع الرواتب أم لا نرجو التوضيح نحن قاعد نتكلم عن جميع العقود طالما العامل مرتبط معك في عقد فأنت وفقاً للظروف الحالية ملزم بسداد راتبة وفقاً لنص المادة 61 من قانون العمل ولكن الحل الوحيد بالنسبة للعمالة أنت تقدر تعطي إجازة إجازة براتب ولكن لا تستطيع أن تعطي إجازة خاصة بدون راتب لأن الإجازة الخاصة بدون راتب لا بد من موافقة العامل واضح؟ ما يستطيع تقوله والله أنت أطلع وما رح أعطيك راتبك لا هذا ما يجوز قانون العمل قال إذا بتعطي إجازة بدون راتب لازم موافقته حلك الوحيد حالياً عطي إجازة السنوية براتب كامل ولا تستعجل الأمور إن شاء الله القرارات جاية فيما يتعلق بالعمال وفيما يتعلق بالأجارات هل يعتبر في سؤال دخلنا في الأحوال الشخصية هل يعتبر طلب المرأة الطلاق يسقط حقوقها في البيت لا غير صحيح طالما اسمك مسجل في البيت النص بالنص ليس حق في البيت أيضاً إذا اسمك مسجل في البيت أنت إذا عندك عيال تكونين في البيت بصفتك حاضنة فتقعدين في البيت هذه السؤال اللي بعده في حال امتناع رئيس المغفر من تثبيت حالة عن رؤية الأبن ما هو الإجراء التي يمكن أن أتخذها؟ لا يجوز لرئيس المغفر أن يمتنع عن إثبات حالة لا يجوز لأن هذا فيه تعسف لكن هناك نقطة مهمة أقولها حالياً أتمنى من الأبهات أن يطولون بالهم حالياً هناك صعوبة وفيه ظهرة آراء كثيرة بالنسبة لرؤية الطفل لابد إذا أنت شايف أن الأم تعنتت تعندت أن تشوف الطفل أنت تروح إلى مسكن طريقتك وتشوف الأبن هناك لأننا الآن في ظروف استثنائية أيضاً الأطفال صعب أنهم يطلعون في ظل الظروف فأنت صبروا شوية لغاية ما تتعدل الأمور أو أنت حاول تروح أنت اللي تزور ابنك بس هو يقول أطلعك بره البيت أنا حالياً ما قاعد أشوف حالات طلاق في النهاية أنا أدعو الأخت الكريمة حاولي تصبرين حاولي تهدين الأمور يعني مو وقت مشاكل وطلاق في هذه الأزمة هدي الأمور وصبري وإن شاء الله كل شيء بيمر على خير هناك من يقول أن المادة 61 قانون العمل للأوضاع العادية أما الظرف الحالي استثنائي يشبه أيام الغزو فلا ينطبق قانون العمل تعليق حضرتك ما زالت هناك العديد جديد من الآراء محامي عنده كلام يختلف عن المحامي الثاني قاضي يختلف عن قاضي ثاني فقيه في القانون يختلف عن فقيه آخر تعددت الآراء لماذا تعددت الآراء؟ لأن لم تصدر الدولة قانون أو تسن قانون يحل هذه الأزمة ويوضح الآلية الخاصة بالعمال والآلية الخاصة بالإيجارات والآلية الخاصة على جميع العقد فلم يقولك واحد لهذا قوة قاهرة ولا يقولك هذا ظرف استثنائي؟ لا هذا ولا هذا احنا نشوف شنو الوضع اللي راح الأيام الياية تبين هل هو قوة قاهرة أم ظرف استثنائي؟ إلى الآن ما زلنا أمامه ظرف استثنائي واعتبره البعض أنه وقف مؤقت نوع من أنواع القوة القاهرة يعني وقف مؤقت إلى حين زوال الغمة هذه الأزمة هذا الكلام وكان حجة رئيس المخفر أن الحكم غير واضح بالنسبة أي حكم حكم الرؤية ما في حكم غير واضح إذا أنت شايف أنك تبتشوف ولدك حاول أنك أنت تتفاهم مع الزوجة إذا طريقة طريقتك تعنتت كلم أهلها بس هذا الحل الوحيد هل عدم تنفيذ الرؤية في هذا الوقت يعتبر مصلحة المحظون؟ نعم نعم يعتبر في مصلحة المحظون امتثالاً لقرارات مجلس الوزراء أن نلتزم في القاعدة في البيت أن نحن ما نطلع والأطفال ممكن يتعرضهم بسرعة لأي فيروس فخلوا الآن في البيت لاحق إن شاء الله على ولدك حاول تتواصل معه بالموبايل حاول تتواصل معه يعني كل التقنيات موجودة فإن يخالف طول بالك أو تقدر أنت يخلوا يعني هم أهل الزوجة أو أهل الطليقة لازم هم يتساهلون خلوا غرفة يدخل فيها الأب ويشوف والده لا فيها أي مشاكل يعني لا يصير العناد من الطرفين لحد يمسك حاولوا تمسكوا العصاية من النص لحد يمسك القرار لمصلحته أحد الزملاء يقول السلام عليكم ونحط الله بركاته إذا انتهى عقد العامل في بداية الإجازة ولم يتم تجديده حتى الآن هل ما هو الرأي القانوني برغم استمرار دفع الراتب للعمل بالنسبة ل أنت الآن تريد أن تجدد العقد أو لا تريد أن تعتمد على رؤيتك للموضوع إذا تريد أن تجدد العقد فأنت ملزم براتبة ولكن نظراً الظروف الراهنة أنا لا أرى أن تنهي عقد العامل مراعاة لمصلحته وهو فيها ظروف يمكن أسوأ منك فحبذا لو أن يستمر العمل لديك إلى ما أن توضح الأمور في سؤال راح ما شفته الله يعافيكم جميعاً في بعض أسئلة أعتقد الوقت تنتهي طبعاً في الختام أشكر على تفاعلكم وإن شاء الله أكون قد غطيت وكفيت ووفيت فيما يخص موضوع قانون الإيجار وعقود الإيجار ومدى قدرتي على دفع الإجراء من عدمه وإن شاء الله نشوفكم في لقاءات أخرى وشكراً ترجمة نانسي قنقر